الإعلان عن قيام أول جمهورية في المنطقة العربية كان ذلك في مثل هذا اليوم الثالث والعشرين من أيار عام 1926 حيث أعلن عن قيام الجمهورية اللبنانية بعد انهيار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى تشكل الحكم العربي في المنطقة ودام هذا الحكم في لبنان فعليا ثلاثة أيام فقط فسرعان ما دخلت القوات البريطانية بيروت واعترضت على رفع العلم العربي وبعد أن قام الفرنسيون بإنزال بحري في المدينة أزالوا العلم العربي ورفعوا العلم الفرنسي بدلا عنه وفي الأول من أيلول عام 1920 بعد أقل من شهرين على دخول دمشق وإعلان الانتداب على سوريا أعلن الجنرال غورو تقسيم البلاد إلى عدة دول وفق ما جاء في اتفاقية سايكس بيكو فتشكلت دول دمشق وحلب والعلويين والدروز وأيضا دولة لبنان الكبير وإعلان بيروت عاصمة لها وأطلق اسم لبنان الكبير على الدولة الوليدة على أساس إضافة مدن الساحل والبقاع وطرابلس والجنوب وسهل عكار إلى المنطقة التي عرفت تاريخيا بمتصرفية جبل لبنان ذاتية الحكم وفي الثالث والعشرين من آذار عام 1926 أقر مجلس الممثلين الدستور وأعلن قيام الجمهورية اللبنانية فكانت بذلك أول جمهورية في الوطن العربي